انتهاكات مستمرة تشهدها المناطق السورية الخضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها الاتقادات التوثيقات لتلك الانتهاكات ليست جديدة لكنها هذه المرة تأتي بشكل رسمي من الأمم المتحدة مفاوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشلت أكدت تردي حالة حقوق الإنسان في تلك المناطق وتحديدا في شمال سوريا وشمال غربها وشمال شرقها حيث يتعرض المدنيون الانتهاكات في ظل ما وصفته بتفشي العنف والإجرام إذن ينضم إلينا من بوخوم الألمانية مدير المركز الكردي للدراسات السيد نواف خليل سيد نواف أرحب بك معنا على سكاين يونز عربية إذن مخاوف تعلن عنها المفاوضة السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة وصفتها بالكارثة البشرية ما هي درجة سوء الأوضاع في هذه المناطق الوقع تحت سيطرت طبعا الحكومة السلطات التركية وما شكل هذه الانتهاكات مساء الخير تحياتي لك ولجميع مشاهدي سكاين يونز أينما كانوا يعني منذ بداية دخول تركيا إلى عفرين تم تهجير أكثر من 300 ألف هل هناك كارثة أكبر من هذه؟ يعني ما تخشى منه الأمم المتحدة وما جاء في التقارير في الأول الأخيرة غيض منفيد كما يقال يعني تهجير منهجي فرض اللغة التركية رفع الأعلام التركية تدمير المزاهرات الدينية للكرد الإيزيديين اعتقالات طالت حتى أعضاء المجلس الوطني الكردي الحليف للإتلاف الوطني وهو كما تعلمون جماعة تابعة لتركيا يعني حتى أولئك الذين كانوا جزء من ولا يزالون جزء من الاتلاف لم ينجوا من ذلك عمليات الخطف عمليات الاقتصاب بكل أسف يعني أقولها أمور تدمي القلب يعني ما جاء في التقارير الأممية جاء التقارير الممتحدة جاء بعد جهود كبيرة من قبل المنظمات الحقوقية الكردية ومختلف الأجزاء التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية وكما أقول هذا غير من الفيض تركيا تسعى إذا طرد كل الكرد في عفرين أولا في سريكاني راس العين وفي طلابين في عفرين على سبيل المثال للحصر قبل أيام ظاهر أحدهم تابع للمجموعات المسلحة وأنا أسميهم دائما بتجمع إرهابي العالم تحت القيادة التركية يقول بكل وضوح يجب طرد كل الكرد من مدينة عفرين يعني هؤلاء يوزعون الأشرطة بأصواتهم يعني لا يخشون من ذلك أما عمليات الخطف وعمليات القتل وعمليات أخذ الفدية ومزيد من التطهير فمسألة يعرفة كل كردي وكل متابع للمجموعات هناك رصد سيد نواف خليل أنه تم قطع المياه عن الحسكة في الشهر الماضي وتم حرمان حوالي مليون شخص من المياه الشرب أيضا هناك قطع المياه خلال الفترة الأخيرة وتوثيق الأمم المتحدة هل بالفعل يستخدم نظام التركي ورقة مياه الشرب للضغط على الأهالي الرافضين لسيطرته ليس فقط من محطة علوك التي تغذي أكثر من مليون شخص يعني ليس من الكرد فقط يعني من الكرد والعرب والسوريان والأرمن وكل المكونات الرافضين لسياسات الاحتلال التركي ليس محطة علوك فقط إنما حتى مجرى سد الفرات الذي بات في بعض المناطق جافا سدي الفرات ودجد أيضا يتأثران بهذه السياسة منهجها التي تقوم به دارة تركيا من ناحية ستقوم بقطع مياه سد الفرات الذي يغذي المنطقة ومحطة الطاقة الرئيسية للكهرباء أيضا ومن ناحية أخرى أيضا يقطع محطة علوك يعني كارثة إنسانية في ظل حاجة الناس إلى أبسط الأدوات التي يمكن أن يحارف بها جائحة كورونا قطع المياه، قطع الكهرباء، الانتهاكات المتواصلة ضخم مزيد من المدنيين في تلك المناطق على كهل الإدارة المثقل أساسا بوجود أكثر من 100 ألف داعشي وداعشية في المخيمات وفي السجون يعني كل هذه الأمور الهدف منها يعني مزيد من الضغط، مزيد من التهجير مزيد من الضغط على الإدارة الذاتية كي تكون في أوضاع سيئة وكي تتفجر الأوضاع وتقول هذه الإدارة لا تستطيع إدارة المور عداء سافر يهدف إلى تجريد المنطقة من طبيعة الكردية ومن طبيعة السورية عموما يعني هي منطقة كردية سورية ويعني يرى البعض أنها أيضا انتقامية طيب اليوم المفاوضية السامية لحقوق الإنسان وثقت هذه الانتهاكات ما هي المسؤولية هنا وهي التي تؤكد بأن ما يجري الآن هو أيضا مخالفة للقانون الدولي حينما غزت تركيا عفرين صدرت دراسة عن نجلة الدراسات العلمية في البرلمان الألماني البرلمان والحكومة الأقرب إلى حكومة العدالة والتنمية جاء فيها أن المزاعم التركية حول أطلاق الصواريخ لم يجدوا لها أساسا حتى في الصحافة التركية نقطة أخرى جاءت في الدراسة أيضا وفق المادة 53 من القوانين النظمة أو الأنظمة الدولية لا يحق تركيا غزوا هذه المنطقة البرلمان الألماني أيضا يقول تركيا تستوفي كامل معايير الاحتلال في سوريا بل أنا أقول أبعد من ذلك هل كان الفرنسيين مثلا يرفعون العلام الفرنسية خارج الثقنات والدواء الرسمية تركيا ترفع العلام وتغير الجغرافيا وتغير الديمغرافيا وتدمر الآثار التاريخية الأوابض التاريخية في عفرين وفي سريكاني وغيرها يعني كلما تمادت تركيا في ظل صمت دولي كان الوضع أخطر بما لا يقارن هؤلاء الذين أيضا تم تسفيرهم إلى ليبيا وغيرها من المناطق تركيا لا تفهم سوى لغة القوة حينما استخدمها الروس اعتزر أردغان بالروسية وكتابة وشيفاها وحينما هدد الرئيس المصري أيضا تم وضع حد له إلى درجة الماء الوضع كارثي على العالم أن يتدخل لأن تركيا لن تقف عند هذا الحد شكرا جزيلا نكملنا بخوم الألمانية مدير المركز الكردي للدراسات السيد نواف خليل أشكرك جزيلا شكر